اهلا بكم الى موجز اخبار الان قالت وزارة الخارجي الروسية اليوم ان الوزير سيرجي لافروف ناقش مع نظره الامريكي ريكس تيلرسون قضايا تتعلق بتهديئة الوضع في سوريا عقب محادثات استانا وقالت الوزارة في بيان ان الوزيرين ناقش سبل تحقيق الاستقرار في عملية وقف اطلاق النار واجراء مزيد من الاتصالات الروسية الامريكية قالت وزارة الدفاع الروسية ان اتفاق المناطق الامنة في سوريا الذي تم التوصل اليه بين روسيا وايران وتركيا في استانا سيدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة وانه سيشمل محافظة ادلب واجزاء من اللاذقية وحلب وحماء واشرت الوزارة في الوقت ذاته الى ان الطائرات الحربية الروسية توقفت عن التحليق فوق البناطق الامنة من الاول من ما يؤير الجاري اعلن جيش الاسلام في بيان اليوم انتهاء العمليات التي اطلقها ضد هيئة تحرير الشام جبهة النصرى سابقا وفصل فيلق الرحمن مشيرا الى ان العملية حققت معظم اهدافها وقضت على مقومات وجود هذا التنظيم الدخيل على الغوطة وقتل وقتل نحو مائة وسبعين شخصا غالبيتهم من المقاتلين خلال اسبوع من اشتباكات عنيفة انتهت الجمعة بين فصائل معارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق وفق ما افاد به المرصد السوري لحقوق الانسان قال قادة العسكريون الجمعة ان القوات العراقية توغلت في الموصل من جهة الشمال في اليوم الثاني لهجوم جديد يهدف الى تسريع وطيرة حملة لطرد داعش واظهرت صور التقطتها طائرة من دون طيار تابعة للفرقة المدرعة التاسعة فوق ضحية مشيرفة شمال غربي الموصل اظهرت دفاعات قليلة للمتشددين على عكس اجزاء اخرى من الموصل حيث تسد العربات والحواجز المضادة للدبابات الشوارع قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان الهجوم على السفارة السعودية في طهران مطلع العام الماضي كان حماقة تاريخية وخيانة من جانب المهاجمين بحسب تعبيره من دون ان يسميهم وكشف الوزير الايراني ان حكومة بلاده كانت تتوقع الهجوم ضد سفارة السعودية قالت مصدر امنية ان المشتبه به الذي اعتقل الجمعة قرب قاعدة عسكرية شمال غربي باريس بايع داعش وفق ما بيّنت شريحة ذاكرة خارجية وجدت في سيارته كما اكدت العثور على عدة رايات للتنظيم في سيارته بالقرب من قاعدة عسكرية وتم العثور ايضا على بندقية في غابة قرب المكان حيث اعتقل الى اللقاء